عارفين مشكلة مارفل بالنسبة لي ايه دلوقتي؟ بجد هقول ده بكل حيادية وانصاف من غير اي شخصنا انا حيث ان مارفل مش عارفها تتعامل مع ثقافة الووك اللي ظهرت فجأة لو تلاعز البداية مارفل كان لها خطة واضحة طريق مرسوم بيمشوا عليه ونكحين فيه جدا بس من ساعة ما تغير اتجاه في امريكا للليبرالية المتطرفة مارفل مش عارفها تتعامل اللي هو مجبرة ترضي كل الاطراف عشان المتحررين ما يصحوش مضطرين يده اكتر للاقليات حتى لو ادوارهم ملهاش لازمة مضطرين يده اكتر للناس من اعراق مختلفة يعملوا مسلسلات ملهاش لازمة يغيروا شخصياتهم ويشوهوها لدرجة انك ما بقتش قادر تتعرف عليها زي ما عملوا كده مع بور رود في انت مان فيلم انت مان كوانت مانية معلم هو تالك جزء من سلسلة انت مان الفيلم مقدمته باختصار ان بعد احداث افينجرز انت جيم انت مان اشتهر بقت ناس كتير عارفة وبتحبه كتب كتاب اسمه احذر من الرجل الصغير وبقى يحلب شهرته ياخد فلوس ويروح حفلات ده غير طبعا انه دخل في علاقة عاطفية مع واسب اللي بقت دلوقتي رئيسة شركة ابوها وبتستخدم تكنولوجية الكوانتم في اعمال خيرية واشتهرب برضو هانك بيم وجانت ابو ام واسب رجاء تاني لالاقتهم وعايشين سوا في سعادة هنا بتظهر كيسي بنت انت مان اللي بتورث من ابوها تمرده بتعمل حاجات مش قانونية عشان تساعد المشردين اللي فقدوا بيوتهم وحياتهم بعد اما الافنجرز رجعوا نص سكان الكوكب في اند جيم وده بيوقعها في مشاكل كتير ده غير انها عبقرية اخترق الجهاز عامل زي خريطة قادرة على استكشاف الكوانتم رالم من غير ما يضطروا حتى يزوروها بس بتحصل حاجة غلط في الجهاز وبيتسحبوا للعالم الكمي او الكمي عديها وهنا بنكتشف ان فيه كيان شرير وقوي جدا بيحكم العالم ده اللي هو كينج الغازي وتستمر الاحداث على كده ما تقلقش كل اللي قلته ده نبذة من القصة وبيحصل في اول عشر دقايق من الفيلم ده غير كمان انه ظهر في الاعلان عشان محدش يقول لي انت حرقت طيب افضل وصف ممكن اوصف به فيلم انت مان كوانتمانيا هو انك بالزبط بتروح لمطعم غالي جدا باين كده من اسمه شكله انك هتدفع دم قلبك بتخش وبتلاقي الخدمة ممتازة ناس شطرة جدا في شغلها بتتفاعل وبتفرح وبتقد تطلب استيك او شريحة لحمة مشوية بتستنى ساعة كاملة وانت جعان بس في نفس الوقت متحمس تدوق اكلهم وبعد ساعة بيجي لك الجرسون وبيحط قدامك اللحمة ولما بتبدأ تاكل بتلاقيها نية ومش بس كده لأ طعمها اكنك بتاكل طاج اللحمة من كشر التحرير مع احترامي الكشر التحرير بس انا جاي اياكم الستيك واللي تقدمني حاجة يقل من ده بكتير او حاجة ممكن اكلها بربع التمن برة ده بالضبط احساسي وانا بتفرج على فيلم انت مان كوانتمانيا انا مش فهم ايه اللي حصل في الفيلم ده بجد الفيلم تحس انه طمع زيادة عن اللزوم حاب بيعمل كل حاجة وفشل في اغلب الحاجات اللي عايز يعملها المميز في شخصية انت مان انه شخصية ضعيفة الكل بيستقل بيه بس بيظهر معدنه وقت الازمات دايما افلامه المؤثرات البصرية اللي فيها قليلة بالنسبة لافلام مارفل وبيعتمد على كوميديا الموقف كوميديا جديدة وبتدحكك فعلا من قلبك التركيز دايما عليه وعلى رحلته وبيخليك تحس انه زي وزيك كده اللي هو بطل شبهك بشري وقب الحياة دايسة على وشه اتسجن ظلم نوعا ما ويدوبك بيشم نفسه من وقت للتاني ولو تحط تحت ضغط بيقدر يستحمل ويبين معدنه افلام انت مان حلوتها دايما في بساطتها مغامرة بسيطة جدا على شوية ضحك ويبدع في السيناريو والحوار من حيث الكوميديا مش ملحمة كبيرة زي بقي افلام مارفل اما هنا في انت مان تقريبا مش موجود اصلا يا اخوانا انت مان هنا ضيف شرف في الفيلم بتاعه حرفيا وجوده زي عدمه وجود واسب زي عدمه وجودهم كلهم ملهوش قيمة التركيز كله على كينغ وطبيعي تركز عليه ده الشرير الاكبر للمرحلة الخامسة او السادسة والمفروض ياخد مكان ثانوس بس عادي تركز عليه وتحسسني بخطورته وفي نفس الوقت تدي للبطل حقه ما تخلوش عامل زي كيس ملاكمة كده موجود عشان الشرير يفشخه بس وده عشان يبرز الشرير في عينك ويعلي من خطورته ده غباء اصلا انا كمشاهد عشان احس ان الشرير خطر فلازم اكون شايف البطل قوي فلما الشرير يهينه اقول ايه ده ده اهم بطل الاقوى معناها انه شرير مسسهل شرير فخم ولازم اخاف منه انت كده بتخلي المشاهد يحس بالتوتر وبتعلي الحماس زي ما شفنا ثانوس بيهزم الافنجرز كده في فيلم انفينيتي وار ده قضى على كل الابطال لوحده ده اقوى شرير قابلناه فلما الابطال يواجهوه تاني في اند جيم عينك مش بترمش من كتر التوتر والحماس وبتقبخيف على بطلك فعلا مش منطقية ومش محمسة لان طبيعي الاسد هيفوز على الفار نتيجة حتمية ومؤكدة مية في المية مهما كان الفار شجاع فالاسد هيفشخه كده كده ده الطبيعي لان فرق القوة بينهم رهيب الفيلم بيعاني من التنقل ما بين الجدية والكوميديا نص المشاهد كوميدي والنص التاني جد مش عايير فيوزن بين الاتنين المشاهد الكوميدي الكتير بتحس انها مزيفة لانها كعادة مارفل بتتحط وسط المشاهد المؤثرة ده غير المشاهد المؤثرة تحس انها مجبرة لان القصة نفسها خفيفة وسطحية مفهاش ابعاد او وزن اللي يتحمل مشاهد عميقة بمعنى ما ينفعش انك تحط مشاهد مؤثرة في مسلسل سبونش بوب مهما كانت المشاهد ضرامية ففي النهاية ده سبونش بوب مش هيخليك تعيط يعني ممكن يأثر فيك حبة بس مش هيهزك او هيأشعرك او حتى هيلعب بمشاعرك المؤثرات البصرية كانت حلوة جدا اه احيانا بيبان غريبة واصطناعية كده مش وقعية بس كان متعوب عليها وحلوة فعلا ده غير اللي انت بتشوف فيها الصنعة او جهد الناس بتوع السي جي اي والفي اف اكس مشكلتها الوحيدة انها كانت اوفر يا اخوانا افلام انت مين مش كده ومش عارف ليه مارفل من ساعة انت جيم بقت تركز قوي انها تزود المؤثرات البصرية بشكل مبالغ فيه الفيلم كله مؤثرات بصرية كله جرين سكرين مبقاش فيلم كل مشهد لازم مؤثرات بصرية تقيلة جدا حوالين الابطال ازياءهم حتى معمولة بالمؤثرات البصرية الحاجات اللي بيستعملوها برضو مؤثرات بصرية اللي هو الفيلم بيحاول بكل الطرق يكون افاتار بس افاتار كان قادر يخلق لك عالم كامل سحري ويسحلك فيه اما هنا فالمؤثرات كانت فوضوية جدا وبتتعي بلين فيه شخصية الناس كانت متحمسة لها فشخ ومش اقولك مين عشان محرقش عليك بس لما تخش الفيلم وتتفرج هتلاقي قد ايه الشخصية دي تفهة وملهاش اي 30 لازمة ومعرفوش يستغلوها بجنيه ولو كانت اتشائلت خالص غالبا بنسبة كبيرة جدا مش هتحس الفرق اسوأ حاجة في الفيلم ده من وجهة نظري انه للاسف كان عايز برضو يعمل كل حاجة في نفس الوقت عايز يختم ثلاثية انت مين عايز يقدم شرير قوي ويكون تقديمه ملحمي عايز يدخلك في عالم جديد ما تعرفش عنه اي حاجة اللي هو العالم الكمي والمشكلة انك دخلت وطلقت وانت مش فهم قوانين العالم ده ولا عارف تفاصيله والقواعد اللي بيمشي عليها يعني لو تفرجت على اند جيم فالعالم الكمي كان سبب اللي خلى الافنجرز يخترع التنقل عبر الزمن وفي اند جيم نفسه انت مش فهم قواعد السفر عبر الزمن بشكل واضح ما بالك بقى لما تخش العالم ده وبرضو تطلع منه مش فهم قواعده مش عارف اخره او عندك حتى فكرة عامة عنه ده غير عايز يقريك علاقات عاطفية وبناء شخصيات من غير ما يديهم حقهم فمش بتلاحظ تطور علاقتهم ده بشكل متسلسل ومنطقي لأ هو بياخدك كده خطف اتنين بيكرهوا بعض وبسبب تافه جدا بيحبوا بعض لكنهم شخصيات كرتون مفيش تعمق او توغل في العلاقة دي يعني من الاخر طمع زيادة عن اللي زوم فمعرفش يدي لأي حاجة حقها بشكل كامل فطلعت اللحمة نية في الاخر برضو من الحاجات اللي ممكن تدايقك شخصيات كتير بتشرح لنا حاجات مش محتاجة شرح او محتاجين نشوفها بانينا مش تتقلنا لكننا اطفال مش هنفهم من نفسنا اخر حاجة عايز اتكلم عنها التمثيل تمثيل بور رد ممثل انت مين حلو جدا كالعادة الشخصية متركبة عليه وادقة حقها في المشاهد اللي طلع فيها تمثيل ايفانجلين ليلي كان جميل كاثرين نيوتن ابدايت في دور المراقة المتمردة اللي كان عندها مشاكل ابوية مايكل دوجلز وميشيل بفاير مش محتاجين نتكلم عن تمثيلهم تاريخهم كبير جدا وممثلين عظماء بس اللي ابدأ فعلا وكان عظمة بجد وهو اللي شيل الفيلم على كتافه كان جوناثان ماجورز اللي بيقوم بدور كينج حرفيا حسيب برهبة وخوف رهيب من شخصيته واحيانا كنت خايف منه اكتر من ثانوس نفسه شخصية مليانة هيبة والدور كان متفصل عليه وهو ادي له حقه بزيادة حرفيا من غير كينج والمشاهد بتاعته كنت اديت الفيلم ده واحد من عشرة تقديرا لجهود الناس اللي اشتغلت في CGI والVFX قبل ما قولك تقييم النهائي ففيلم انت مان كوانتمانيا ممتع جدا لو انت واحد بتحب مارفل بتحب افلامهم الاخيرة وبتحب العالم السينمائي بتاعهم غالبا هتستمتع بيه فيلم مليان مشاهد اكشم مؤثرت بصرية كتير وكام شخصية جزابة فيلم فشار من الاخر بس لو بتحب انت مان فاتطلع متضايق شوية من الفيلم لو عايز قصة قوية او حبكة متعمقة فمش اتلاقيها لان الفيلم ركز على بناء اللي جاي بدل ما يركز على قصته نفسها من الاخر الفيلم ده بيحضل لك كينج مش فيلم منفصل بذاته ورغم كل العيوب اللي ذكرتها دي فانا طالع منه مش متضايق بالعكس كنت مستمتع اوقات كتير بس مش هتفرج عليه تاني تقييم الفيلم انت مان كوانتمانيا هو سبعة من عشرة كنت اتمنى يكون احسن وتكون بداية قوية للمرحلة الخمسة لاني كنت متحمس له جدا ومع ذلك انصحك ما تفوتوش في السينما قل لي رايك في الكومنتات يا معلمك العادة ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بدعم وبيساك جدا تعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى وبيس